اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية العجلة تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد مكان تواجد ثلاثة عناصر اجرامية شديدة القطورة من مرتكب واقعة اطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدفهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالاقصر ما ادى الى استشهاد كل من الرائد احمد احمد محمد الضبيعي والنقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهرة قوة ادارة البحث الجنائي بمديرية امن الاقصر بدائرة مركز شرطة ارمنت بالاقصر وذلك بتاريخ الواحد وثناثي من اغسطس الجاري تم استهدافهم ذلك لدى استشعارهم بالقوات الامنية بادروا باطلاق الاعيرة النيرية تجاهها ما اصفر عن مصرعهم وعثر بحوزاتهم على ثلاثة بنادق الية وست خزائن وايضا العديد من الذخير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد مكان تواجد ثلاثة عناصر اجرامية شديدة من مرتكب واقعات اطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حل استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالاقصر ما ادى الى استشهاد كل من الرائد احمد احمد محمد اضبعي والنقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر من قوة ادارة البحث الجنائي بمدرية امن الاقصر بدائرة مركز شرطة ارمنت بالاقصر وبتاريخ اليوم الواحد وثلاثين من اغسطس الجاري تم استهدافهم وذلك لدى استشعارهم بالقوات بادروا باطلاق الاعيار النارية ما اصفر عن مصرعهم واثر بحوزاتهم على العديد من الاسلحة النارية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الى هنا تنتهي تقطيع شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة